خبيئة الدير البحري كيف كشفت معزة عن سر المميوات الملكية جايز تكون الصدفة البحتة كانت السبب في كشف عن تابوت الأسكندرية اللي كان في احتمالات بتقول إنه بيخص الأسكندر الأكبر أو إنه جوا لعنة ممكن تحول العالم لظلام لمدة ممكن توصل لألف سنة من فتح التابوت لكن تابوت الأسكندرية ما كانش الكشف الأسري الوحيد اللي قادت إليه الصدفة البحتة في تاريخ مصر فلك أنت تخيل إن كان فيه معزة أيوة معزة كان لها دور كبير قوي في الكشف عن سر المميوات الملكية اللي بقت من أهم اكتشافات القرن التسعة عشر لو عايز تعرف الحكاية تابع الفيديو للنهاية ببساطة الموضوع بيرجع لأكتر من ألف سنة قبل الميلاد فمع بداية حكم الأسرة العشرين السرقة كانت على ودنها ونهب المقابر والمميوات والملوك والكهنة وتشويهها كالراعب الدنيا لحد ما الأسرة واحد وعشرين قالوا كفاية بقى الحد كده لازم يكون لنا وقفة يا رجالة ونفكر في حل للحماية من السرقة المبهدلانة دي يروح كبير الكهنة مخلص الموضوع في ثانية دماغ شغالة مش بتنام فقالك إن أنسب حل هو إنه يتم نقل المميوات إلى مكان آمن ما حدش يعرف عنه حاجة وحذر كل الشعب والملوك والكهنة إياكوا حد يعرف المكان ده خالص أنا بقولك هو حفر وقتها بير عند معبة حدش بسوت من الناحية الجنوبية بالبر الغربي عند الأقصر واللي اسمه دلوقتي الدير البحري طوله تقريبا عشرة متر البير ده كان جواه قوض ومرحوطة للداخل وتم تجميع مميوات الملوك والملكات وأمراء وكهنة ونبلاء واتدفنوا مرة تانية في الخبيئة دي وتقفل عليهم بالضبة والمفتاح ومحدش قدر يعرف عنها أي حاجة وفي سنة 1871 انكشف أسرار الملوك دي على إيد معزة هقولك كان فيه اتنين إخوات اسمهم أحمد ومحمد عبد الرسول كانوا فلاحين وكانوا بيرعوا معز في معزة بعدت عنهم وراحت لمكان فيه صخر وفجأة اختفت آتريها وقعت في البير اللي فيه المميوات أحمد بقى لأن في معزة نقصة فرح يدور عليها في الآخر لقاها ناك وقع في الحفرة عند المعبد رجع وقال لأخوه رحوا ربطوا حبل ونزلوا في البير في دوق الكشف ولقى المعزة لكن المفاجأة انه تكعبل في تابوت وفضل يدخل جوه أكتر وأكتر لغاية ملاقه أودة مليانة من المميوات للملوك منهم أحمس ورمسي ستاني وسقن الرع وسيتي الأول تحطمس الثالث وغيرهم كتير ومش بس كده ده لقى عدد من البرديات الندرة والأثاث الجنائزي وصناديق تحتوي على تماثيل الخدم والمشغولات الدهبية كنز يا با كنز والمدة عشر سنين ما حدش برضو عارف السر ده غير عيلة عبد الرسوله بس كانوا بيروح يخرجوا ما خفوا وزنه وغلى ثمنه علشان يبعوا للمهتمين بالأثار إلا إنه تم انكشاف سرهم سنة 1881 لما كانوا بيبيعوا قطعة أسارية وقعت في إيد أحد علماء الأثار في مصر وقتها استمر العالم بتاعنا ده في البحث عن مصادر القطعة دي وبعد كده عارف إن أساسها هو عيلة عبد الرسول طلب منهم معرفة المكان لكنهم رفضوا ورح وبلغ عنهم ورغم كل ده ودخل السجن رفض الإفصاح وخرج بعد شهرين بمجرد خروجه اجتمع مع أخواته وقال لهم أنا هاخد النص بدل التلت آمنت سجنته وتمرمط وكان عايز نسبته تزيد رفضوا وفي الآخر هبة الشيطان دخل ما بينهم واتخنوا وراح محمد عبد الرسول لحاكم الإقليم وقتها واعترف بمكان الخبيئة وبعد أيام راحوا علماء الآثار وقاموا باستخراج المميوات وإرسالهم لمتحف بولاء في الوقت ده اللي هو حاليا المتحف المصري وقت نقلهم كان حوالي 48 ساعة بوجود 300 عامل وتم غلق فوية المقبرة سنة 1881 وقالوا المقبرة دي حيكون اسمها 320 بطيبة وأطلق عليها العلماء المصريين خبيئة الدير البحري وحملت اسم تي تي 320 الخبيئة دي كانت أضخم اكتشاف في القرنين الماضيين يطرع عزيزي مشاهد عن مصر هتعملي لو لقيت كنز أثري مدفون حوالين مكان بيتك هتتمع فيه زي عيلة عبد الرسول ولا هتبلغ الجهات المختصة قلنا رأيك في الكومنتات واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عن مصر